اشتركوا في القناة والمواطن محذرا من اقتراب اتخاذه اجراءات استثنائية لمواجهة العنف بالبلاد وجاءت ابرز النقاط في كلمة الرئيس خلال مؤتمر دعم حقوق وحريات المرأة المصرية برئاسة الجمهورية كالتالي هدد الرئيس بقطع ايدي كل من يحاول العبث بمصر قائلا ما نصه اللي هيحط صباعه داخل مصر هقطعه وانا شايف سباعين ثلاثة بيتمدوا جوه من توافه لا قيمة لهم في هذا العالم حاسبوا ان المال يمكن ان يصنع رجاله الرئيس يحذر من تكرار احداث العنف في الشارع المصري مشيرا الى ان هناك بعض الاطراف تحاول اثارة الفتنة في الشارع المصري مدعومين باموال خارجية قال الرئيس ايضا ساتخذ اجراءات رادعة في حال تكرار مثل هذه الاحداث لانقاذ الدولة من الطريق المخطط له لانهيارها قائلا اخشى ان اكون على وشك ان افعل ذلك قال ايضا الرئيس محمد مرسي في كلمته امس خلال مؤتمر دعم حقوق وحريات المرأة المصرية ادم المصري جميع عزيز وغالي ولن اسمح بارقة المزيد من دماء ابناء الوطن باعتباري رئيسا لكل المصريين ولن اسمح بان يتم النيل من الوطن ايضا قال التظاهر السلمي حق للجميع لكن ما يحدث الان ليس له علاقة بالثورة انما هو عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة يتم تعامل معها وفقا للقانون واجه الرئيس دعوته لجميع القوى السياسية قائلا ادعو جميع القوى السياسية لعدم توفير اي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ورئيس شدد على انه لن يكون سعيدا اذا ما اثبتت التحقيقات ادانة بعض الساسة واذا ما اثبتت التحقيقات ادانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم فالكل امام القانون سواء ولن اسمح باي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد او معارض رجل شرطة او رجل دولة ايضا قال الرئيس مرسي بالامس البعض يستخدم وسائل اعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة ولابد من اعمال القانون اذا ما تعرض امن الوطن والمواطن للخطر وان كل المحاولات التي تستهدف اظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة مشددا لان جهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع اي متجاوز للقانون اذا كان هذا اهم ما جاء في كلمة الرئيس بالامس امام مؤتمر المرأة المصرية برياسة الجمهورية ومعنى للتعليق على المشهد السياسي وما تضمنه كلمة الرئيس ارحب الاستاذ الدكتورة ولاء البحيري استاذ العلوم السياسية في جماعات القاهرة اهلا بحلا بيك ارحب الدكتور يسري العزباوي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انميك يا دكتور طيب هنبدأ الأول بالتعليق العام على كلمة الرئيس وخطاب الرئيس بالأمس دبترى ولاية فضلي في الحقيقة بناظر الخطاب الرئيسي ولا أنت عندك اعتراض لا يفن معنى الحقيقة أن الخطاب السياسي جاء على غير مستوى الحمس السياسي ده معنى أن الخطاب الرئيس كان يتعلق بدعم حقوق وحريات المرأة لكن لو نسمع شيء عن دعم حقوق وحريات المرأة بالعكس أن الخطاب كان موجها إلى بعض القوى السياسية محاولة توفير غطاء سياسي لاستخدام العنف سواء من قبل الجماعات المؤيدة أو المعارضة الرئيسية لكنه أعقب ذلك بالحديث عن حقوق المرأة ولكن مؤخراً المعظم الحديث كان تقريباً 70% منه عن محاولة الرادع واستخدام لغة التهديد والوعيد لمن يعبس بأمن الوطن لا يعني هو بعض الناس فيهمتها أنه الخطاب الأول كان موجه للشعب كله والخطاب الثاني كان موجه للحدث نفسه المرأة المرأة جوزة بالشعب لكن أعتقد أنه لم يكن على المستوى للسياسة المطلوب فلماذا في هذا التوقيت بالذات يأتي متأخراً بالحديث عن استخدام الرادع والتهديد لبعض القوى السياسية لبعض السياسة رغم أنه يعلم من هم باعتبارنا رئيس الدولة يبلغ دايه الأدوات لديه المعلومات الكافية ونحن معانا شيء مش كل مرة يعني في كل مرة نجد أن رئيس يظهر فجأة ثم يتلوه الحديث عن هناك بعض من يتوعد بالوطن هناك كفاءة سنين أو ثلاثة أو أربعة ويمكن ده لاحظنا في أحداث لتحديث سابقاً ثم لاحظنا في أحداث بورسعيد برضو لغة التهديد والوعيد لا سيما تتصاعد فجأة سما تهبط مرة أخرى يعني أعتقد أنه رئيس يقدر يوضح لنا من هم هؤلاء ليس فقط أنه مجرد التهديد والوعيد لهم بمعنى أن يقدم أدلة يقدم أدلة قدونية يتحدث عن مؤامرة من هم أطراف المؤامرة ده يجب الحديث عنه من هم أطرافها ماذا يقومون به ده الذي يجب أن يعرفه المواطن المصري مش كلهم قلنا هتوعدد واحد وهضرب وهعم بيقدم الحديث على من بالزبط هل خطاب الرئيس يأتي متزامناً مع أحداث العنف التي تخص مكتب الإرشاد أو جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم يظهر الخطاب السياسي موجهن للشعب المصري هل هو خطاب موجهن للشعب المصري بعينه أم لفئة معينة أعتقد من خطاب كلموجهن لفئة معينة الخطاب أيضاً وفر خطاب سياسي أيضاً لاستخدام العنف تجاه الصحافة والإعلام وهو متلاهم بشارة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي أمس لاحظنا أن هناك مجموعة قامت منع بعض الإعلاميين من دخول لمدينة الإنتاج الإعلامي وحتى بعض الضيوف الداخلين لكن في خطاب الرئيس أوجه يعني ضرورة إعمال القانون لكل من يتجاوز يعني لم أتحدث فقط عن الاعتداء على مقر الإخوان ربما شامل كلامه أيضاً ما حدث في مدينة الإنتاج الإعلام دليل أن كان في قوة أمن قامت بدورها جيد جداً بصورة جيدة جداً بالأمس صحيح يعني هل في وزارة الوزيرة الداخلية للمكان المكان يعني هل كان في خطاب الرئيس ما يشير إلى أنه فعلاً بيخص الحدث الخاص بمهاجمة مقر الإخوان المسلمين أعتقد أن الحديث كان يخص مهاجمة مقر الإخوان المسلمين بدلل توقيت الخطاب نفسه وبذلل التهديد والوعد اللي ذكر في الخطاب في هذه الفترة كان يجب كان ممكن يقول الكلام ده أو يذكر هذا الحديث منذ يومين أو ثلاثة فلماذا في هذا التوقيت بالذات كان يقدر يخرج لكن دايماً بيلاحظ أن فيها أزمات متكررة بتحدث في المجتمع المصري ما كانش فيه قبله أحداث أعتقد بهذه الصورة بتاع الجمعة بس كان فيه أحداث أبساميقة قبل ذلك ومع ذلك الرئيس لم يظهر وكان فيه أشد من ذلك إحنا شفنا بعد حكم المحكمة بقرسة والألترس ومع ذلك الرئيس لم يخرج بخطاب يهدئ في الشعب المصري أو يتوعد أيضاً الفئة المضادة ما ظهرش الخطاب ده من كلام الرئيس لكن ظهر دلوقتي عندما تم الاعتداء على مقرات الإخوان سواء بشكله أعتقد أن الخطاب كان ضمن ما كانش صريح ومباشر أنه هو نتيجة الاعتداء على مقرر الإخوان أعتقد أن كان فيه لغة غير مباشرة بيتهدد وتواعد بها ودائما هو أشهر لبعد السياسة هؤلاء السياسة المقصود بهم هل يجبت الإنقاص الله أعلم هل مقصود بهم من يخص جماعة الإخوان المسلمين أو مكتب الإرشاد بشكل عام الله أعلم ده مظهرش طمعاً في الخطاب لكن أعتقد أن ضغط الخطاب دائماً دائماً مرسي يتكلم بحديث دائماً ضمن دائماً ضمن دائماً يتواعد ودائماً هستخدم لغة القانون طيب لماذا لماذا لم تتم إعمال القانون تجاه من قبر تخريب الوطن من أي من الطرفين تسأل بأن أسأله طيب دكتور يوسري يعني بالنسبة لطبيعة أو تقييم الخطاب من الناحية السياسية ومناظرة السياسية والتحليلية هل في خطاب الرئيس ما يمكن أن يفهم من طرف المعنيين في السياسة والخبرة السياسية والتحليل السياسي للخطاب أنه يمتلك فعلاً أدلة لكن لا يجوز إخراج هذه الأدلة للوطن والمواطن لأنه ربما يكون تدعياتها السلبية أكثر هل من الممكن أن يستمت ذلك من جهة المحللين السياسيين؟ بالطبع نعم ولكن المشكلة الأساسية بأنه بيتكلم في كل خطاب بأنه بيمتلك ويعرف الأصابع التي تلعب وتعبس بأمن الوطن وتظل فترة طويلة جداً بدون أن يقدم دليل أو دون أن يتم القبب على هذه الأصابع أو يكون هناك مؤشرات أو اتهامات مباشرة بشكل واضح لهذه الأصابع هذا من جانب من جانب آخر ونحن نعرف تماماً هناك ما يقال عنه المسكوت في الخطاب بمعنى أن كان من المفترض أن الرئيس الدكتور محمد مورسي أنه يؤشر لذلك بدون أن يستخدم ألفاظ تدل على مسألة عدم الحنكة السياسية بلغة الخطاب يعني هو يقدر يقول أن فيه أصابع أو فيه اتهامات ولكن بدون أن يؤكد على هذه الجملة أكثر من مرة خاصة وأنه في خطاب سابق قال سلاسة أربعة ثم في هذا الخطاب قال يعني أصبعيني على الأكثر وما إلى ذلك بدون دليل يعني بشكل واضح خاصة وأن المفردات نفسها كان فيها نوع من التناقض سياسيا يعني بيتحدث عن إجراءات استثنائية ويتحدث عن دولة القانون يتحدث عن تعافي مؤسسات الدولة بدون أن تكون مازل مؤسسات هل فيه إجراءات استثنائية ينص عليها القانون؟ يعني نعم ولكن حضرتك يجب أن يكون الدكتور محمد مرسحين ما يتحدث عن فكرة إعمال دولة القانون ألا يلجأ لفكرة الإجراءات الاستثنائية خاصة وأن استخدام الإجراءات الاستثنائية والتي حدثت في مدن القناة لم تؤتي صمراء وجاءت بنتيجة عكسية ولكن يعني فيه جزء مهم جدا فيه الخطاب وكان واضح فيه الحالة النفسية والجو العام ماشي جينا مختلف مع الدكتورة ولا في أنه مسألة الإشارات مسألة اللغة والانفعال هنا لها مجلول بأن الرئيس في مأزق يعني البلد والمظهر اللي شفناه يوم الجمعة من بداية حرب حقيقية أهلية لنك متاش عارف مين داخل على مين مين إخوان مين مش إخوان يعني بشكل واضح جر البلد لهذه المسألة في الآخر اللي هيشل نتيجتها الدكتور محمد مرسي يعني المسؤولي الأول في مصر هو الدكتور محمد مرسي والمسؤولية هنا ليست فقط مسؤولية سياسية ولكن أيضا مسؤولية جنائية هذا من جانب من جانب آخر المسألة المتعلقة بفكرة العنف المتزايد في الشارع المصري حتى الزي اللحظة هناك موجات من العنف تظهر وتخفض في ذات اللحظة بمعنى كل أمام ظاهرة والأقلام تبارط في ناشئة الزي الزي الزهرة اللي هي بلاك بلوك وخبال حضرتك وظهرت فجأة واختفت فجأة وخبال حضرتك وقبلها يعني ما حدث من تعدي على الفتيات من ظاهر التحرش جماعي الخطورة في المنظر واللي شفناه يوم الجمعة أن تنتقل أو أن ينتقل هذا المشهد إلى أماكن أخرى الحاجة التانية حضرتك والمهمة جدا في خطاب الدكتور محمد حينما أشار إلى بعض السياسيين هو أطلق الجملة على عواهنها بحيث أن هي تشمل الإخوان والطيرات الإسلام السياسي وتشمل أيضا الأحزاب الأخرى أو جنب كده كده دكتور يسر أنها موجهة فقط إلى المعارضة وأن هي جاية بهذا الانفعال بعد هذا الحدث اللي حصل لمقر الإخوان والدكتور أولا قالت ليه ما خرجش الخطاب ده قبل كده بيومين ثلاثة وده تساؤل في مكان خلينا برضو نتكلم بموضعية أو بتجرد شوية بالطبع مفهوم تماما أنه يطلع بخطاب بمثل هذا الأمور ولكن المسألة هنا كانت أخطر من مسألة التعدي على مبنى مكتب الإرشاد في المؤطم لأن طب أنا عندي سؤال تاني حينما كانت هناك محاولات لجر الإخوان في مثل هذه الزوهر والإخوان لم ينجروا ولم ينساقوا إلى هذا المشهد ونجحت المسألة وتخطيط الإخوان في أن الأمور عدت مسألات تخيل بقى حضرتك لو المكتب تم تسليمه بالفعل للشرطة والشرطة هي فقط التي تدافع عنه أنا أعتقد أننا لم نرى هذا المشهد الذي رأيناه هو أحضرتك قبل ذلك في وجود الشرطة يا دكتور يسر وانسحبت الشرطة مش فكرين خلينا نتكلم بشوية التجارب أستكمل بأخبار وأعزون الأخبار هي قمة التجارب لا أنا أستكمل بس الفكرة بمنطق بسيط حضرتك الأعداد اللي إحنا شفناها واللي جات من المحافظات إلى مكتب الإرشاد للدفع عن مكتب الإرشاد نعم هو منشأة خاصة بجماعة الإخوان المسلمين ولكنها تجوز الموضوع المنطق والتجارب والتحليل لخطاب الرئيس سنستكمله بعد مجهز الأخبار الذي يوفينا به الآن الزميل محمد ماهر عقل إليك محمد بتأكيد عندك الكثير من الأخبار في هذا العرض الإخباري ثم نعود مرة أخرى لاستكمال فقرات العرض الإخباري الصباحي أهلا بكم مجددا شكرا لزميل محمد ماهر عقل استعرض لنا أهم الأخبار في هذا العرض الإخباري ونستكمل فقراتنا في البرنامج الصباحي وأرحب مرة أخرى بضيفية في الستوديو الأستاذ الدكتور أولاء البحيري وأستاذ العلوم السياسية في جماعة القاهرة والدكتور يسري العزباوي الخبير في مركز الأهرام لدراسات السياسية والستراتيجية أهلا بكم مرة أخرى إحنا بنتكلم على حاجتين المشهد السياسي بصفة عامة والقاء الضوء والتحليل السياسي لخطاب السيد الرئيس دكتور يسري إحنا كنا بنتكلم عنه كنا بنتكلم على فكرة المفردات ولغة الخطاب والمسكوت عنه في خطاب الرئيس للأسف الشديد بالأمس خطاب الرئيس يعني ما كانت فيه مسكوت أصلا عنه خالص يعني كان كل الكلام واضح وكان فيه لغة اللغة السياسية المستخدمة كان لها مجلول للأسف أعطى انطبعات سيئة من فكرة تعليق صوت الرئيس من فكرة إدانة بعض الأطراف من فكرة إلقاء التهم على القنوات الفضائية على وجه التحديد والإعلام وأن هناك حضرتك يجب تصدر من رئيس الجمهورية بشكل واضح لأن مسألة يعني هناك بعض القنوات دي تعطي مبلول ودفعة للمتظاهرين أمام المدينة الانتاج الإعلامي بين اللي بيعملوه الرئيس نفسه موفق عليه فده جزء الجزء التاني واللي كان مهم في هذا الصياق إن أجهزة الدولة أخذت تتعافى ومع ذلك وزارة الداخلية كانت بداخل المدينة وليس بخارج المدينة يعني وزارة الداخلية بالأمس لم تستطيع أن تمنع التعدي على بعض ضيوف المدينة ومقدمي البرامج لأنهم كانوا بالداخل وخضرتك لو لحظت المشهد بالليل يعني فتح الأبواب كان بعض تفاوض ما بين أفراد من المؤسسة العسكرية على وجه التحديد وبين المتظاهرين وليس ما بين الداخلية وبين المتظاهرين هذا من جانب من جانب آخر وهو الأهم من وجهة نظري أن فكرة الجريمة هنا هي تتعدى بكثير جدا من مسألة السمح بدخول لأن فكرة المنع في حد ذاته للأسف الشديد يؤشر على انهيار مسألة تخاول الديمقراطي في مصر أن الدول المتقدمة أو الدول التي تساعد مصر معيار حريط الرأي والتعبير هو المعيار الأكثر كدرة والأكثر أهمية بالنسبة لها لمسألة تدفق المعنات من مسألة مسندة النظام بشكل أو بآخر الجزء اللي خاص بس في ناسة دكتور بتبسط الموضوع شوية في حدث الأمس يعني تقول أنه محاصرة الإنتاج الإعلامي وما ده السؤال ده هسأله دكتورة ولا محاصرة الإنتاج الإعلامي جات رد فعل على محاصرة مقر الإخوان ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي كانت بـ 300-400 فرد تقريبا ولم تحدث يعني هذه الانتهاكات التي حدثت حول مقر الإخوان يبقى إعلاقة ما يقال أنه تحريط في خطاب الرئيس لهؤلاء المتظاهرين لم تكن بهذا الوضوح إيه رأي حضرتك في هذه الوجهة؟ هي حقيقات اللي انتجم بالوضوح بأطولين نحن دكتور يوسري كده أتكلم عن المسكوت عنه في الخطاب أن الرئيس أشار إلى أن القناة الفضائية هي المسؤولة عن تفكير القضايا هي المسؤولة عن تدقيم بعض القضايا تدقيم بعض المشكلات داخل المجتمع المصري الإشارة لبعض الأزمات خاصة الأزمات في علاقة الرئيس بالمعارضة أو العكس أيضا لكن الإشارة إلى أن القناة هي المسؤولة عن ما حدثناها لمكتب الإرشاد يوم الجمعة الماضي هي كانت إشارة لبعض الفئات ممكن تكون ربما هذه الفئات مدفوعة إما من جماعات اتخال المسلمين أو مكتب الإرشاد أو هي جماعات أخرى وهي كانت جماعات بسيطة بالفعل كانت جماعات بسيطة بالفعل لكن أصنت الانتباه إلى كيف يندفع البعض بشكل سريع جدا لمواجهة مدينة الإنتاج الإعلامي لمحاولة القضايا لحرية الرأي والتعبير كان يجي من الرئيس يشير إلى أن القناة دي المسؤولة عن تفجير القضايا وهي كالتالي يشرح بعض القضايا وقول عليها وبعض القناة دي يشير ستدعوة للتظاهر حول مدينة الإنتاج يعني كانت سابقة لخطاب الرئيس صحيحة كانت سابقة قبل ذلك ولكن لماذا؟ لماذا الإعلام حر ومفتوح للجميع هنا كما نوع أيضا صحيح أن الإعلام الإعلام الخاص دلوقتي أو الفضائيات هي تساهم في تأزم الموقف أساسا تساهم في تشجيد الأزمة بين الرئيس وبين باقي القوى السياسية تحاول دائما أن تضع الرئيس في مأذق الماء وتشير دائما إلى دائما مأذق الرئيس في بعض القضايا لا يعني نتحفظ على الكلام ده نتحفظ بعد ما هي لسي من الإعلام الخاص أيضا في الأحيان يحاول دخل مسألة يحاول أن يوجه المتحدثين أو المحدثين السياسيين تجاه وجهة محددة وما بيحاولش يفصل ما بيلتزمش بمعيار المهنية المهنية الإعلامية في أن يكون محايدة على وجه التحديد دام يظهر وبالدليل ده بيدفع طرف الآخر الطرف الآخر اللي كان في الشارع المصري اللي يعني يقول أن الإعلام هو المتسبب الرئيسي فيه وفي الأزمات دي أو أنه اللي بيرفع من حد الأزمات الموجودة حاليا في المجتمع المصري أنا أعتقد أن الرئيس كان يجب أن يشير إلى بعض الأزمات الموجودة في المجتمع المصري زي الأزمة الاقتصادية وكيف أن يمكن التعاون معها أزمة السيولة المشوعة الغير متوفرة الآن أزمة تحتيات الأجنابي أزمات الاجتماعية أزمة العم في الموجودة حاليا وهو الأزمة شريدة جدا في المجتمع المصري الصراع الموجود داخل الشارع المصري إمكانية تحول الحالة في المجتمع المصري إلى حالة حرب أهلية ما بين كافة القوى الموجودة داخل المجتمع المصري هو ده المهم مش حصار مدينة ينتج على المحصار مدينة ينتج عليك أنه هو نقطة في بحر الأزمات الموجودة حالياً في المجتمع المصري طيب تحفظاتك يا دكتور لا يعني مسألة أن الإعلام بساهم في تأزم الوضع هذا الكلام عليه تحفظات شديدة على رغم أن الدكتورة ولاء صديقتي وكل حاجة لأن الإعلام هو ناقل و أنا عاوز أفكر حضرتك بشكل واضح للعيان السادة الرئيس في الجولة الثانية كانت على لافتاته بعض الإعلاميين الذين يكونون بنقده حالياً من الأستاذ محمود سعد اليسري فودة بلا الفضل يعني الأستاذ علاء الأسواني اللي بقدم برنامج على مسؤوليتي معاكم في قناة الجزيرة الشيء الآخر ودي الأساس المشكلة دلوقتي أن أغلب الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية نفت بأنها ستكون يعني تشارك في محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي ومع ذلك راح عدد ربما يكونش كبير ولكن كانوا موزعين بشكل نهني وبشكل مدرب على الأبواب المختلفة وتم ولينا النتيجة يعني تم الاعتداء ومنع الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية تم التعدى على الأستاذ حسين عبدالغاني تم الطريقة حتى كمان اللي تكلم بيها نائب رئيس حزب الوسط بأنه دخل بأعبوبة والدكتور حسن نافعة وغيره من الأسماء دي كلها كانت تدلل على أن اللي رايح هو رايح وعارف مهميته إيه بالظبط ده جانب طيب أنا بركز نقطة دكتور هتكلم في الجانب التاني يعني رؤية بعض الإعلاميين وقيادات بجابة الإنقاذ أن خطاب الرئيس كان بيوفر غطاء سياسي لما حدث بالأمس في مدينة الإنتاج الإعلامي في حين أنه استنكر توفير غطاء سياسي من المعارضة لما حدث في محيط مكتب الإرشاد هل أنت مع هذه وجهة النظر هذه لبعض الإعلاميين ورؤية جابة الإنقاذ أنا عاوز أقول لحضرتك المشكلة الأساسية في مصر سواء كان أعلى قمة السلطة في مصر أو المعارضة الجميع أن جرى إلى الشارع ولغة الشارع إسقطات متبادلة وهي اتهمات متبادلة كلهم يغطر الغطاء السياسي بدون أن يدري وبدون أن يعي بشكل واضع سواء كان الرئيس محمد مرسو حزب الحرية والعدالة أو قيادات جابة الإنقاذ وفي نفس الوقت وزير الإشكالية الأكبر الكل يدين العنف يعني في مفارقة عجيبة جدا من مفارقات الثورة المصرية الجميع مع فكرة السلمية والانتزام بالسلمية ولكن الجميع يدعو إلى الاحتشاد ضد الطرف الآخر المشكلة الأكثر خطورة بأن كان المفترض في هذا الأسبوع أن القيادات جابة الإنقاذ سوف تجتمع مع أربع عذاب المائدة المستديرة ومع ذلك كان من المفترض أن تسمن الرئاسة ويقوم الدكتور محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة بالتشجيع ذلك وليس فكرة تبديد أي شعرة معوية تشجيع إيه إذا كان لم يدعى الحرية والعدالة في هذا الأسبوع وستبعد حزب الوسط مثلا لا خلينا نتكلم بمنتهى الموضوع هيتسمينه شيء لم يدعوا إليه أسساً؟ لا مواقع حضرتك في السلطة يا فندم حضرتك المفترض لما يحدث نوع إيجابي من فكرة الحوار أو بداية الحوار حوار حقيقي وليس حوار شكلي أنا كرجل دولة أثمن هذا الحوار بل بالعكس أشجعه خاصة أنه في النهاية سيصب في مصلحة النظام هذا من جانب من جانب آخر ليه المؤشرات المؤشرات ليه بقى فيها مشكلة أساسية ليه تحول الفجائي داخل مجلس الشورى من منقشد قانون الانتخابات إلى منقشد قانون الجامعات الأهلية دي كلها رسائل سياسية للأسف بتفهم خطأاً وتشجع على مزيد من العنف الحاجة الأهمة بقى من وجهة نظر لا هو ليه تحول ليه مش توازي يعني ليه بتتابع هو مجلس الشورى لا هو مجلس الشورى بنقش بالتتابع ما هو بتتوازي يعني حضرتك بالتوازي وفي كل مرة نفشل في مسألة إخراج القانون بالصورة التي ترضي جميع الأطراف الحاجة الثانية ليه القانون في نفس الوقت اللي فيه مشكلة حقيقية بأن هناك دعوة المحكمة الإدارية العليا بحل جانبات الأخوان المسلمين وفجأة بين يوم وليلة تقولي أنا قننت أوضع جانبات الأخوان المسلمين وأصبحت جمعية أهلية وتعاون ناقش قانون يعني دي كلها رسائل للأسف الشديد اعتبرنا أنا طرف سيء بأاخد هذا الخط وثم يعني أحاول كاب البدزيم عليه أنت بتوفر بدون ما تدري هذا الجو المشهور الحاجة الثانية حضرتك الحاجة الثانية ده هنكلم فيها بعد دكتور ولي كاللي هتحفظ على كلام الدكتور يوسي أولا ما تكلم عن موضوع الإعلام لا الإعلام في بعض الأحيان بيزيد نرش تعالا داخل المجتمع المواصري أنت بتوفرينه المادة أنت بتوفرينه المادة دكتور بتوفره المادة الإعلامية بتوفره سنين على بالنسبة لخطاب الرئيس لا يعني بعض الأعلم أنت حدثوا بالأمس يعني في برامج التوكشو ذكروا إن إحنا الإعلام ما بيجيبش من عنده ودي حقيقة الإعلام بيجيب أخبار يعني أنا حاليا لو فيه كبرى أكتوبر دلوقتي لا قدر الله توقف حالا دلوقتي وأنا رح تجاي نائل هذا الخبر هيبقى الإعلام هو اللي بيصنع الخبر لا أقصد إن هو الإعلام بي أنا نائل للخبر أنا ناقل للخبر فقط إعلان دستوري مثلا زي معنية إعلامية بالأمس إعلان دستوري شاء البلد مصصين هل إحنا اللي صنعناه أنا أتكلم كقناة إعلامية أيضاً التحليلات اللي أحياناً بتزيد الموضوعات اشتعالاً لا أقصد أن الإعلام بينقل بالفعل صورة مجردة يعني ينقل خطاب الرئيس ينقل قرارات الرئيس ده حقيقة لازم يقوم بها الإعلام ولكن في بعض التحليلات أنا أذكر بعض التحليلات كل بعض يستطيع أنه يكون إلى حد ما يعني نذكر منه على سبيل المثال أستاذ عمر أدير بدون ذكر اسمها معزيرة وبعض الشخصيات بتحاول أنها تكون مهنياً تجيب محللين مقدراً ما يوضح الإيجابيات والسلبيات ده المطلوب للمجتمع المصر من بعض يفهم ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات لكن البعض يكون موجه بالزبط إلى نقطة معينة أو لمحاولة يعني زيباً يقول لست دكتوري يسري يسكابل البنزين على الموضوع أنه يتخذ موقف كمزيع أو كقناية يتخذ موقف ده لأنه ليس ملتزم بالمهنية الإعلامية ثانياً بالنسبة لموقف الرئيس من بعض القضايا أعتقد أن الرئيس بيظهر في بعض الموقف مؤيد الجماعة وده بيظهر بشكل واضح خاصة من نسبة القانون الانتخاب فجأة لقينا أن حكمة المحكمة المحكمة القضاء الإداري أن القانون الانتخاب لازم يعود لمحكمة الدستورية العالية مرة أخرى بوقف الانتخابات فجأة يجري قانون الانتخابات في مجلس الشورى بسرعة جداً جداً ونعيد تعديل ونعيد تعديل الدوائر الانتخابية في محافظة القارهة معنى ذلك مفرد أن القانون من أول إلى آخره يعد من أول وجديد ويبدأ ترتيب مرة تانية فجأة ما قال الدكتور يسري أن قانون الجماعات الأهلية يصدر أو يتم محاولة الإصراع بإصداره نتيجة تم تقنين وضع الجماعات الإخوان المسلمين بعض أيضاً يعني تقارير مفاوضة هيئة مفاوضة الدولة بين حل الجماعة واستماد إلى سنة 54 وكلام الشيخ عمر التلمساني يبقى إذن الإشارات اللي بيديها النظام السياسي أو الإشارات اللي بيقوم بها الجماعة أو مكتب الإشار أو حتى رئيس هي للتعطير الشرع المصري انطباع أن الرئيس يصير في ركب الجماعة مش في ركب الشعب المصري ولما زيدي وقت الأزمات بالذات يقول لك أنا رئيس لكل المصريين نأتي في وقت الأزمات أنا رئيس لكل المصريين في خطبات أخرى لا يذكر أنه رئيس لكل المصريين هو رئيس لي فيها محددة رئيس لجابة لأسفل لمكتب الإرشاد رئيس لجماعة الإخوان المسلمين وقت الأزمة وقت الأزمة أنا رئيس لكل المصرين ما هو الدلاء عنك رئيس لكل المصرين المفروضة الدعوة إلى حوار وطني الحوار الوطني أن أنا لبحث الآن دعوة الرئيس الأكثر من مرئة إلى الإحوار هذا الحوار المتحدد له هدف متحدد له أجندة معينة هي النتائج المرغوبة من الحوار بالعكس هو إحوار تدعو يعني المدعو له هؤلاء جماعة إحزاب الإسلام السياسي أو الحزام الوسط اللي هي مؤيدة بشكل ما أو بشكل أو بآخر لطيار الإسام السياسي أما باقي ما هو سيد ريس بارح تكلم يعني إيه في دعوة من مؤسسة الرئاسة للحوار يقول الطرف الآخر لا بد أن تفعل قال أنا أتحمل هذه القرارات فكيف تملي علي كلمة لا بد هذا معنى الكلام في مشكلة أساسية حينما أكد الرئيس في أحد جوالات الحوار بأن قانون الانتخابات الذي سيخرج من مائدة الحوار سيلتزم به مجلس الشورى وحينما ذهب قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى يعني أكبر قيادة داخل مجلس الشورى من حزب الحرية والعدالة قال بأن هذا القانون غير ملزم لنا فبالتالي حزب الحرية والعدالة وضع الرئيس في طفزك وساعد قيادات جابة الانقاذ على عدم الثقة في الرئيس أيضا حضرتك أنا أفهم الحوار عادة وطبقا للعلوم السياسية أنه يكون ما بين المختلفين وليس ما بين المتفقين وحينما أقول أن أنا هستخدم آليات التصويت فهنا بدأي أنصاري فبالتالي كانوا لن يخرجوا بأي شيء فعل الحاجة الثانية والأهم من وجهة نظري بغض النظر عن فكرة الحوار الشعب المصري برماته بحاجة إلى مجموعة من القرارات يحسوا أن بالفعل الرئيس وجامعة الأخوان المسلمين تعمل لصالح هذا الشعب وهي دي النقطة الأساسية دلوقتي بغض النظر عن مسألة الحوار سواء نجح فشل ولكن مفيش قرارات طلقت حتى هذه اللحظة على مدار العشرة أشهر الماضية كان فيها نوع من الرضا العام وقبول شعبي لهذه القرارات حضرتك قانون لكن أشار الدكتور محمد مرسي بالأمس إلى أن صعب أن يأخذ قرارات ليشعر بها المواطن لإحداث النهضة إن صح لتعامل كلمة النهضة دلوقتي بقت مقترنة بحزب الحراوية العدالة لكن دي الحقيقة أو إحداث تنمية أنه لا يمكن في ظل هذا المشهد المرتبك أو المناخذ السيء هذا السياسي والأمني أن يشعر المواطن بقي تقدم وقال أن ما يحدث الآن هو خدمة للأعداء في الخارج وأنه لابد أن تستطيب الأمور وتستقر حتى يشعر المواطن بتحسن أنا عاوز أقول لك لما تكلم أنت قال هل يمكن أن نصدر قرارات تخص مصلحة المرأة في ظل هذا الوضع هل يمكن أن نصدر قرارات ذكر هذا بالأمس وهو يتحدث إلى الضدور أنا عاوز أقول لك حضرك تبقى لكل المؤشرات سواء على المستوى الانتخابي أو على المستوى التشريعي هناك ردة في مجال حقوق المرأة بشكل وضع حضرتك شوف العدد المنتخبات في مجلس الشورى كانوا أربعة عدد المعينات كانوا تسعة منهم أربعة كبطيات فنفس الأسلوب النظامي الأديم يعين كبطية ومرأة لا هو اعترف ده بالأمس وقال أننا عايزين نطور ده عايزين نطور ده حضرتك خدت إيه من الإجراءات الأول يعني حضرتك تتكلم على فكرة أننا جاي أنا رئيس لكل مصير نعم ده خلاص ده مسألة مسلمة أنا أعتقد أنه كريم مجموعة من التشريعات ومجموعة من القوانين هي المبادرة دي معمولة لي مش عشان كده مش عشان ليقولها لي الدكتور يوسري يعني هل هذه لا تعد خطوة يعني إجرائية معينة إجرائية ده إجرائية فعلا بتعزيز حقوق المرأة في المجتمع دلوقتي إنه هو شعر بالفعل المرأة غير موجودة بدليل أن حتى المرأة لما قلنا على القائل الانتخابية المرأة موجودة في ديلة زي القائمة إحنا نحتاجين المرأة تكون في أول تلات أسماء مثلا إحنا نتكلم على الخبر الجديد مش نتكلم على الشورى بالوقت طيب الحزب الحرير والعدال لأين بدور المفروض الحزاب الأخرى هي تعزيز حزب أخر على كذب المجتويات إنها تعزيز دور المرأة تعزيز دور المرأة إن المرأة تكون موجودة على قمة القائمة ولاست في زي القائمة طيب خلينا نتكلم يا دكتورة عن المبادرة التي أطلقتها الرئاسة في هذا الاجتماع الخاص بقضايا المرأة ألا يعد ذلك إجراء يعني تطميني تطميني للمرأة في المجتمع المصري خاصة المرأة في الفترة الأخيرة لحظت ظاهر كثيرة جدا أدت إلى الاعتقاد بتراجع قيمة المرأة ودور المرأة في المجتمع المصري منها ظهرت التحرش اللي حشفناها في الفترة الأخيرة في أثناء الأحداث الموجودة سواء كان في التحليل أو في المظاهرات أو حتى أمام مكتب الإرشاد في المؤطم أيضا من لسبة العدد السيدات كما ذكرت دكتور يوسري العدد السيدات الموجودات في مجلس الشورى ده أدى إيحاء للمرأة بأن المرأة غير موجودة الآن بعض القوانين اللي اتأثرها مجلس الشعب سابقا في الفترة السابقة ومجلس الشورى أيضا مخصوص المرأة وسن الزواج وإلى ذلك كل دي كانت إشارات صريحة جدا واضحة أن المرأة في ظل حكم طيار إسلامي أو إسلام سياسي حركات الإسلام السياس كلا أن المرأة لم تأخذ وضعاف المجتمع المصري بالعكس سوف تتراجع واتراجع قيمة المرأة ويتراجع دور المرأة فكون الرئيس إسعائلة في هذا الخطاب لتقديم بعض التطمينات المرأة فده معنى يوجد خطوة إجابية أن هناك ضغط ما على القيادة السياسية أو على مؤسسة الرئاسة أن يجب الانتباه إلى وضع المرأة هنا في المجتمع في الخارج أيضا هناك إشارة صريحة أن دور المرأة ووضع المرأة في المجتمع المصري يتراجع أخوة المرأة في مصر يتراجع بشكل كبير جدا بدليل أنه لا يوجد مجلس قوية من المرأة مجلس قوية المرأة دوره هاشة جدا غير الأول تماما لا هي كلمة بيتراجع ولا ده كان الأصل في عاقف يعني هذا موروث من النظام السابق عشان نكون محددين هل دور المرأة تراجع بالفعل في ظل هذه الضوابط والقرارات والقوانين الموجودة والإمكانيات المتاحة لتثبت المرأة جدارتها في المجتمع هل هو يتراجع أم أن الوضع فقط كما هو عليه لا تراجع بالفعل بدليل بعض القوانين كانت تثيء إلى المرأة زي قوانين أحوال الشخصية طبعا الحمد لله أن المجلس تم حله فلم تصدر هذه القوانين بالمرة مجلس الشورى وضع المرأة فيه طبعا ده كان إشارة صريحة طيب هو في نقطة يعني الآن بقت دقائق معدودة في هذا اللقاء أنتم بصراحة دخلتونا في ملفات كثيرة ودائما أسادزة العلوم السياسية يدخلونا في يعني كثير من الأوراق في هذه الملفات موضوع التهديد اللي لمسه البعض في خطاب الرئيس بعد أرى هذه التصريحات يعني لازمة وضرورية لعودة الاستقرار أنه يتكلم بهذا الحسم وبهذه الصورة وأنه يتكلم بصورة فيها فعلا يعني زي يقولوا ضرب من تحت الحزام في المقابل أرى أخرون أن تلك التصريحات لا تهديدية ولا تصح أن تكون من رئيس الجمهورية وربما تكون مقدمة لقمع المعارضة رأيك دكتور يسر؟ أنا مع الاتجاه الثاني في التحليل لأن المسألة هنا عملية الالتزام وعملية عادة دولة القانون ليست بحاجة إلى نبرة صوت عالية أو باستخدام ألفاظ لها دلالات سيئة بشكل قطعي أنت بحاجة إلى مجموعة من القوانين والإجراءات التي تساعد على إعادة ضبط الشارع وليس بالحديث لما رأيناه خلال طيلة الفترة الماضية أحاديث شيقة من مشروعات نهضة مشروعات قصة بالبرنامج الميت يوم اللي هو لم يتحقق منه شيء على الإطلاق بل بالعكس الأمور بتزداد سوءا بشكل قطعي الأمر الثالث حضرتك يعني واضح تماما أن المشكلة في قصر الاتحادية ومن يأتي إلى قصر الاتحادية دائما هناك في الإدارة المصرية عدم إحساس بأهمية عنصر الوقت وعدم إحساس بأهمية إدارة للأزمات لأن المشكلة الجميع يصبط إلى مراحل تتفاقن فيها الأزمات ثم يخرج علينا بمجموعة من القوانين أو التهديدات التي تؤجج الوضع سوءا وتزيدها من الوضع سوءا الرئيس محمد مرسي بحاجة إلى مجموعة من القرارات الخاصة بإعادة هيبت جهاز الشرطة بشكل قطعي أيضا بحاجة إلى مجموعة من القرارات الخاصة بتفعيل الحياة اليومية والمعاشر الموضوع ما هو لموزير العادل تكلم في إعداد قانون التظاهر قامت الدنيا ولم تقعد هيعمل إيه طريب يعني؟ ده ما كانش قانون التظاهر ده قانون يعني منع التظاهر بالأساس حضرتك كان لهم أشرات في غاية السوق يعني حضرتك لما تبعد عن كل منشأة خاصة وعامة 100 متر يعني مدان التحرير ده كان يخلق تماما حضرتك بحاجة إلى صحر عشان تظهر فيها الحاجة الثانية تختر المؤسسات في مصر أبلها فترة طويلة وتوافق ولا متوافقش ومين المسؤول ومين المسؤول ده كلها كانت قوانين على صفة أنا عاوز أدعو وزارة العدل إلى دراسة القانون البريطاني على وجه التحديد وغيرها من القوانين أنا لما تكلمت مع وزير العدل قال أن ده هو القانون الذي تقرر كل المؤسسات الحقوقية على مستوى العالم لنا الكلام ده مصحيح لنا نصوص قوانين منشورة في دول أوروبية ودول بتتحدث عن الدموقراطية النقطة الأخيرة اللي أنا أعوز أولها في هذا اللقاء المسألة يعني فكرة إلقاء التهم ويمكن ده برسوا أيل حضرتك ولكن بغاية الأممية الإعلام الذي ساعد على نجاح الصورة المصرية أصبح هو الإعلام المدان في عهد الإخوان المسلمين بشكل واضح وأنا أعتقد أن الجزيرة نالها ما نالها برضو بسوء فهم وبتحريض من البعض وما يحدث الآن من قنوات خاصة أو غيرها التي كانت استودياتها ساحة لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم أصبحت هي أيضاً المدانة الجزء الأهم من أي تشريعات يا وسه زايماً هو فكرة الرضا العام وكبول الشعب لهذه التشريعات بشكل واضح نعم طيب دكتورة ولاء يعني بقيت دقيقتين أنا أعتقد أن خطاب الرئيس مبارح والتهديد الرئيس يستخدمه الرئيس دريع على حالة الضعف ده لحالة أن الرئيس في مأزق سياسي فلا يستطيع الخروج بخطاب يتهدد وتواعد فيه الرئيس يمتلك أدوات للردع أدوات قانونية يقدر يفعل دولة القانون رغم أن ينتهك دولة القانون صادقاً تعتقد الإجراءات المتوقعة الآن في ناس بتتوقع إجراءات عقابية وقمع للمعارضة وفي ناس بتتكلم يعني كلام لا لا صعب جداً هو يختخذ بردد المعارضة دلوقتي إلا زي سابق التقديل تحديد إقامة والكلام ده لازم الرئيس ده هو قال يعني كما ذكر في حديثي أنه سوف يفعل من دولة القانون سوف يستخدم التهديد ورادع لكل من تسؤول له نفسه لإساءة بأمن مصر ولكن في إطار إذا ثبت من ثبت تورطه في هذه الأعمال بقي هنا وضعنا نفسه شرط مهم جداً قيد بنفسه إنه هو من يزبط تورطه يعني يجب يكون فيه أدلة دميغة أدلة دميغة توضح تورط هؤلاء الأشخاص في العبس بأمن مصري في محاولة تأجيج الوضع محاولة زيادة الوضع سوءاً فهنا برضو هو يعني الحسن هو في ماذق بيتكلم ويناقض نفسه في نفس اللحظة يعني يتكلم عن دولة القانون توقعاتك يا دكتور إيه أنا أعتقد أنه هو خطاب كما هو يعني عندنا شوية توقعات فيه ناس بتكلم أنه فيه دي اللي حصل ده في محاولة الاتحادية ومحاولة مدينة الإنتاج هو بداية أو مؤشر الحربة أهلية بيكبروا الموضوع شوية وفيه ناس تانية بتصغر موضوع تقول لأ أن الموضوع حدث كأي حدث وتبات نار تصبح رموز الموضوع المثل الشعبي وفيه ناس بتقول لأ فيه إجراءات استثنائية ستحدث وبالقانون وسيستخدم القانون لهذه الإجراءات الاستثنائية لقمع المعارضة أي سيناريو تتوقعي؟ أنا أعتقد السيناريو الثاني اللي هو تبات نار تصبح رموز إنه زي أحداث كثيرة جدا كتأصعب من ذلك ومن أحداث برسعيد بدت نار صباح ترموز توقعات سيناريو واحد تتوقع استمرار حالة الفوضى في مصر بشكل قطعي وربما تزداد وتتسع مساحة الفوضى نتيجة أخطاء من السلطة والمعارضة في الحياة السياسية والمواطنة المصر والذي يتحمل أخطاء الجميع شكرا جزيلا دكتور يسري العزباوي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتورة ولاي البحير وأستاذ العلوم السياسية في جماعة القهرة شكرا جزيلا لكم الآن سنستكمل فقراتنا في العرض الإخباري الصباحي مشاهدين أعزاء بنستعرض معكم درجات الحرارة وأسعار اللعب